خلينا أقول لحضراتكم طباعي على موضوع حسام حسن إحنا معانا مدرب ما خدش بطولة ما خدش بطولة إنما الناس كلها كل ما يحصل حاجة يقولك نجيب حسام حسن فأرجو إن أنا أفكر حضراتكم أن حسام حسن هو اختيار الجماهير المصرية عشان ما حدش يقول بعد كده إيه آه مين اللي جابه زي ما قاله على قبله مين اللي جابه فاللي جابه زن المصريين هتقولنا حسام حسن ما تخدش بحسام حسن ده هو حسام حسن اللي يعرف يربيهم هو حسام حسن اللي يعرف يزبطهم هو حسام حسن اللي عنده الروح هاتو حسام وابراهيم فأنا بس بأذكركم البداية أن حسام حسن وابراهيم حسن هو اختيار المصريين المفضل وزن المصريين المفضل أنا ما عرفش إن المدرب روح حكاية النروح دي والحماس وأصله عارفهم ولما يزعق لهم وهيخافوا منهم أصله حسن ما بيرحمش هو احنا جايبين مدرب ولا جايبين مدير مدرسة احنا جايبين حد عنده خطط حد عنده أساليب تدريب حد عنده مدربين أحمال حد الراجل ده جاي يلعب أربع ماتشات جاي يلعب إيه؟ أربع ماتشات فأرجوكم الماتشات وكاس العالم وإن أنت توصلوا بتاع مالوش علاقة لا بالروح ولا بالحماس ولا إنك مصري ولا إن أبويا مصري ولا أي حاجة ومتحملوا نقاش جميلة إنه حيعامل صلاح كويس مش جميلة يعني طبيعي تعامل صلاح وغير صلاح كويس يعني مش حاجة يتالي يا جماعة معقولة ده إحنا هناخد بالنا منه بس ياخد باله إحنا بقى ما بندلع الله إنت بتهدد ولا بتططب ولا بتعمل إيه؟ إنت بتعمل إيه؟ هي جميلة إنك هتعامل أحسن لاعب في تاريخ مصر كويس؟ جميلة يعني؟ ده صلاح أيوة في لعيبة ليها وزن زي ما كريستيانو في البرتغال زي ميسي في الأرجنتين زي نمار في البرازيل ليه كيان ليه مكانة ماينفعش تجيبه من الأول كيه تقوله بقولك إيه؟ أنت زيك زي لا مافيش حاجة كيه أنا مش زي زي دول كله لا أنا مش زي زي دول كله أمال إنت جيبني ليه؟ وصلاح جيه وصلاح طب ما هو لو صلاح ما يسويش كده ما كنتوش أعلاب تدوني وهو الراجل طلع فعلا عنده حق لغاية النهاردة ما لعبش يعني كنتو ظلمينه ظلم باية لأ بكرة احتمال يلعب احتمال والبطولة خلصت بقالها ايه؟ سنين خلاص ده انت لو كنت وصلت النهائي يعني فأرجوكم أنا بالنسبة لي حسام وابراهيم حسن ايه؟ نتيج ايه النتيجة؟ جبت نتيج كويسة أنا مبسوط ما جبتش نتيج كويسة متشكرين قوي وانت مقدمكش مشوار صعب يعني مش حاجة مشكلة انما الروح يقولك شفت الروح شفت الغيرة على مصر طب هو المدربين الاجانب اللي كانوا بيلعبوا مع كل الفرق التانية ما كانش عندهم غيرة على الفرق اللي هم بيلعبوا فيها يعني هو كلوب ده الالماني اللي بيلعب مع فريق انجليزي عنده غيرة على ليفر بول طخل القلب الدنيا في بايرن ميونيخ ده واحتمال يمشوه وهو الماني ما عندهش غيرة على الفرق الالماني هجماعة الكرة مش كده الكرة مش كده كرة خطط الكرة دراسة الكرة رخصة دولية الكرة دورات خدتها في التدريب الكرة بطولات عملتها حسام اعظم لعيب في تاريخ مصر من اعظم اللعيب ارقام واحصايات وكل حاجة بس كمان في حاجة مهمة اسمها ايه الصفات السابتة في الظروف المتغيرة يعني انت شايفوا كده في المؤتمر الصعفي هادي ونادي وجميل حطوا تحت ضغط بقى مرة حد يقول بقى الحقيقة ويتكلم مشكلة حسام ايه ابراهيم ان تحت الضغط يظهر اسوء ما فيهم هم لا يستطيعوا العمل تحت ضغط ولذلك يجب ان هم يتصرفوا بطريقة وباخرى ان هم يعرفوا يعيشوا تحت الضغط وعندما تكون مدربا لمنتخب مصر وداخل تصفيات كاس العالم انت تحت ضغط تبين ويجب ان تتحمل كل انواع الضغط هي دي مشكلة حسام ايبراهيم اللي محدش عايز يقولها كل واحد يقول لك ايه يقول لك اللي حصل حصل بقى ويحط ايده كده طب يعني اللي حصل حصل لا ما خلاص الراجل ده بقى مدربنا يجب ان احنا نحسن له النصيحة يا عمي انت يجب ان تعرف كيف تتعامل تحت الضغط مش فجأة فماتش جت لعب وحصل مشكلة هتروح لافف واخد طوبة ورامي الناس بالطوب انا بتكلم اهو بصراحة رغم طبعا الناس بتزعل من كلامتي انما الصفات الثابتة في الظروف المتغيرة انت مشكلتك جواك مش مراك التحدي عندك قدامك فمدرب منتخب مصر غير مدرب المصري او او الزمالك او الاسماعيلي ده حاجة وده حاجة تانية انت في مكانة تانية خالص وبتتعامل مع لعيبة تانية خالص او اشتركوا في القناة